الحمد لله على السلام ساك يا صلاح أنا سمعت الخبر جيت على طول عشان أبقى أول واحد يعدى عليكم ما تقولي الشمس سبقك شمس في معمري يا سيدي أخبارك إيه وحشة الحمد لله على السلام حكيم نوارت المكتب طب والله القيادة كلها بالرغم من إني باجي كل فين وفين إنما فعلا ومش مجاملة كانت نضلمها من غيرك سادي يا صلاح بس إنت عايز تقنع عن اللي إنت مكتش عارف في حاجة بتخفى على صلاح من نصر شاك كنت بس وحياتك معرف أنا مشغول جدا في الأحداث اللي في الشارع والإشاعات اللي طلعة من كل ناحية والرئيس عنده قلق من نشاط الأحزاب والراجعيين وفؤاد سراج الدين واجتماعاته اظهر إن السيناريو اللي حصل في سوريا ما بيفرقش خاله يا صلاح طول ما أنا موجود في منصبي ما حدش يقدريك جنب البلد ولا جنب الجمال ولا جنب الجيش تقول أنت عندك شك؟ لا طبعا وحشتين يا صلاح أخبارك إيه وأخبار العيال العالم كله يا رئيس بيرصد خروجنا من أزمة الانفصال بترقب شديد والحقيقة سيادتك أثبتت للجميع قدر عالي جدا من السبات والتماكن بعد الانفصال وحسب معلوماتي فيه اجتماعات بتتم دلوقتي بين ماك جورجي باندي ومستشار الأمن القوم الكندي ودين راسك وزير الخارجية الأمريكية حوارين وضع العلاقات المصرية الأمريكية أنا نقرار دي السباتك بخطوة يا هيكل بعد اللي حصل ده كله أنا حسيت إنه حيبها في تغيير في المواقف الأمريكية عشان كده طلبت من أحد الدبلوماسيين اللي بثق فيهم في الولايات المتحدة إنه يوصل لتقرير السياقية ويسلمه للسفيرنا في واشنطن سيادتك وصلت لتقرير المخابرات الأمريكية عنك من جوا أمريكا؟ عشان تعرف إنه مش أسكن مننا في حاجة دائماً وأبداً تحيا مصر نعم التقرير ده اللي اتطلعه بس يا هيكل أكيد يا فاند بس تسمح لسيادتك أكيد لك ملحوظات أحد أسمع عن سيادتك نمرة واحد الأمريكيان فاكرين إنه إحنا دلوقتي في موقف ضعيف بعد الإنفصال وإن إحنا خلاص حنستغني عن الفكر القومي بعد المرارة اللي حصدناها من تجربتنا في سوريا وبالنسبة لهم ده أفضل توقيت إنهم يحددوا شكل العلاقة معانا نمرة أثنين هم عارفين إنه في توتر في العلاقة بيننا وبين الاتحاد السوفيتي بسبب كتير وعلى رأسها عبد الكريم آسي وذكرين ده في تقريرهم لطبعاً مغريهم إنهم يحسنوا علاقتهم معانا على حساب السوفيت وعندهم أمل إنهم يجيبون في صفوهم في صلاحهم مع الشوعية أفرم من كده رأيس إنكم مش هتبتح لهم الباب مش هقفلوا حسيبوا موال وفي نفس الوقت حعزز موقفي داخل مصر من خلال تجديد مراكز الكوة بالسياسات الإصلاحية وأكيد لاحظت في هيكل إن أنا في خطابي في ميدان الجمهورية أكد إن إحنا ما نزال ملتزمين بالفكر القومي ودي رسالة للصديق أبي العدو وأكيد وصلت الأمريكان أكيد يا رئيس الرسالة كانت واضحة جداً أنا مش بعادي حد يا هيكل إلا اللي بعاديني لو الأمريكان حابين يمدوا إديهم لنا ويتعاونوا معانا أهلاً وسهلاً إنما التدخل في سياسات الجمهورية العربية واستخدامنا كآلة حرب ضد الشوعية فده بعيد عن منالهم أنا اللي أقرر أواجه الأحزاب الشوعية إزاي؟ تابعاً للمصلحة الوطنية مش تابعاً للمصلحة الأمريكان اسمح لي سيادتك أنقل الصورة دي بتريدي أمالي إحنا المجتمعين ليه؟ طب أنا بس منتظر قرارات سيادتك الداخلية واضح من كلامك إن في ساعي المنهج جديد ومتطور وده أكتر شيء إحنا محتاجينه اليام دي حتسمع أخبار طيبة يا غريب جداً يا هيكل مافتكرش حد من الأخوة في مجلس كات الثورة حيعترض على أي من الإقتراحات اللي هقدمها بالعكس هتبقى مفاجأة كبيرة ليهم وللناس